قتل أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمدرية حيفان جنوب محافظة تعز وذكرت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة تجددت إثرى هجوم شنته ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مواقع الجيش الوطني في جبهة حيفان إلا أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة وطبقا للمصادر فإن المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تركزت في مواقع الحزر والعبلية وأسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني